والآن إلى شباك هاشتاج والذي نرصد فيه أبرز ما تدوله الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراسلنا ليثة الجبور مساء الخير ليثة وأهلا بك ليثة الشارع الأردني في الآوينة الأخيرة يعني بات سباقا ربما في الاحتجاج والتعبير عن الغضب إذا أمور حياتية ويتصدر إذا هاشتاج مش دافع مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على ارتفاع فاتورة الكهرباء بالفعل ديما مساء الخير في البداية لك وللمشاهدين الكرام هذه الحملة الإلكترونية أطلقها عدد كبير من النشاطاء الأردنيين وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحملة تطالب الحكومة بالشفافية وأن يكون هناك عدالة بفوتير الكهرباء وأن لا يحمل المواطن نسبة الفاقد الذي يصنف إلى قسمين أو يقسم إلى قسمين فاقد بسبب أمور فنية وفاقد بسبب السرقات أو الاستجرار غير المشروع كما تصفه وتسميه شركة الكهرباء الوطنية اليوم نتحدث عن لجنة ضمت عدد من الجهات المعنية في وزارة الطاقة وإضافة إلى شركة الكهرباء وأعضاء من لجنة الطاقة في مجلس النواب اللجنة خالصت في تقريرها الذي صدر اليوم تحديدا إلى أن اليوم هناك فاقد تصل نسبته إلى 12% يتحمل المواطن نسبة هذا الفاقد وتحديدا الفاقد الفني إضافة إلى كثير من الأمور التي تضاف إلى فاتورة الكهرباء تحت مسميات بنود رسوم وتحت مسميات ضرائب إضافة إلى بند آخر يثير كثير من استياء الأردنيين وهو بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء حيث يتساءل كثيرون ما علاقة المحروقات بالكهرباء ولماذا هناك بند يضاف إلى المواطن إذا استخدم أكثر من 300 كيلو واط في الشهر تضاف على فاتورته بند يخص فاتورة المحروقات لذلك اليوم حملة مجدافع تطالب الحكومة التي قالت أنها ستشكل شركة محايدة وخاصة في النظر في هذه الشكاوة التي قد تصل إلى 4 ملايين فاتورة تم تقديم شكاوة إلكترونية من قبل الأردنيين خلال الشهرين الماضين دعينا نبدأ ببعض التغريدات تديمة نبدأ على سبيل المثال مع معتز معتز يقول فيروس كورونا خطير بس نسبة شفاءه 98% وعندنا حالة وحدة بالأردن ونتمنى له شفاء ونتمنى لكل المصابين في الفيروس بالشفاء لكن فيروس فاتورة الكهرباء يمس 98% من الشعب وموضوع مهم وفي سرقة ونصب نتمنى أن يتم تسليط الضوء عليه بعدم عدفع فاتورة الكهرباء أما سرين تقول ويحدث أن تكون السرقة على هيئة فاتورة كهرباء في إشارة إلى بنود غير قانونية وغير السورية توجد على فاتورة الكهرباء الوطنية أما سمر تقول مفتي المملكة وتوجه رسالة إلى دارة الإفتاء شو رأيكم بسرقة شركة الكهرباء للمواطن مباح ولا بأس به ولا اختصاصكم إضراب المعلمين فقط تتساءل سمر أما خليل يقول مش دافع بودي أشارك بس أنا ما بدفع أصلا ويعني نبيلة تقول سرقت النملة حبة أو حبة سكر فأمسكوها ولم تحسن الاختباء سرق الفيل كيس السكر ولم يمسكوه لأن حجمه كبير وساعده على الاختباء هذه قصتنا مع الكهرباء هذا بما يخص الهاشتاغ الأول نعم ليسوا الهاشتاغ الثاني أيضا يشبه بعض الشيء الهاشتاغ الأول وهو حملة أطلقها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ضد كل مظاهر الفساد بالفعل يعني اليوم كثيرون يقولون كفى لما تقوم به يعني للإجراءات والسياسات تقوم بها الحكومات المتعاقبة بحق المواطن وكفى لقرارات يرى الكثيرون أنها تحمل دائما جيب المواطن يعني الأعباء الكبيرة خاصة أن الأسرة الأردنية كاهلها مثقل أصلا بسبب يعني تآكل الدخول التي يعني شببها الضرائب والرسوم المرتفعة وغلاء المعيشة والتضخم الكبير بالمقارنة مع الرواتب القليلة والضعيفة اليوم كثيرون يطالبون الحكومة بأن تتوقف عن يعني استخدام جيب المواطن كوسيلة لرفض خزيرة الدولة وأن تبدأ بتفكير خارج الصندوق وتذهب إلى حلول أخرى اقتصادية تحديدا للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد اليوم كثيرون يرون أن من المطلوب من الفريق الوزاري الاقتصادي أن يقوم بما عليه من مسؤوليات وليس فقط اختراع ضرائب جديدة ورسوم جديدة من شانها أن توصل المواطن إلى حد عدم القدرة على الاستمرار لذلك اليوم هذا الهاشتاغ وتحت وسم سرقتون على حد وصف القائمين على هذه الحملة والذي تفاعل معها عدد كبير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب الحكومة بكف يدها ويعني ضرائبها ورسومها عن جيب الأردني نبدأ على سبيل المثال على هذا الوسم مع حساب باسم بنت المجالي تقول يا بتعملوا راتب على قد الشهر يا بتعملوا الشهر على قد الراتب لأن الشرشحة اللي احنا فيها ما بتزبط أما جهاد يقول لما المواطن يعجز عن مصروف أولاده لما المواطن يعجز عن دفع أجرة بيته لما المواطن دخله ما بكفي الأسبوع الأول من الشهر فكلنا راح نحكي بكفي سرقتونا ذبحتونا من المستفيد من تلحيم المواطنين وأفقارهم على حد قول جهاد أما منال تقول الكهرباء والوقود الضرائب معاهدات اتفاقيات كلها ضد الشعب بكفي في إشارة إلى اتفاقية الغاز الأخيرة لربما مع الاحتلال إسرائيلي أما بدر يقول لا تختبروا صبر الشعب على الجوع والفقر الناس تعبت بكفي هذا من خص الهاشتاغ الثاني نعم ليس شكرا جزيلا لك ونلتقي الأسبوع المقبل شكرا لك